وبمناسبة بقى انتهاكات السيسي الحقوقية في تطورات جديدة بتشهدها قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني اتهمت إيطاليا رسمياً أربع ضباط مصريين بقتل ريجيني وقالتهم بالأسماء زي ما طلع في الأخبار وقالوا رسمياً إيطاليا تتهم أربع ضباط مصريين بقتل ريجيني كانت الأول بتطلع تتهم خمسة قبل كده كانوا يطلعوا يقولوا أن المتهمين خمس أشخاص دلوقتي والإن عندهم تحقيقات بجد ومحققين بجد وبيطلعوا يشوفوا الدنيا فيها إيه وجهت روما رسمياً الخميس تهم قتل وتعذيب وخطف لأربع ضباط مصريين في وقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعدما القاهرة أغلقت ملف التحقيقات بالقضية النائب العام الإيطالي ميكيل جاريتا في بيان طلع قال أنه تم الاشتباه في دور قام به أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في خطف ريجيني وواحد من الأربعة ربما كان له دور أيضاً في قتله وقالت أسماءهم بالإسم هم طارق صابر وآسر كمال وحسام حلمي ومجدي شريف وأمهل جاريتا المتهمين الأربعة عشرين يوم للرد على الاتهامات الموجهة ليهم طبعاً لا هيردوا ولا حد هيسأل فيهم ولا حد هيعبرهم وهيتسابوا يتحكموا غيابياً في إيطاليا وكأن ما فيش حاجة حصلت تعالا بقى شوف مين هم الزباط المصريين الأربعة المتهمين بقتل ريجيني تعالا تعرف عليهم وافتكرهم واحد واحد عشان ما تنسهمش أربع زباط مصريين متهمين رسمياً بقتل ريجيني طارق صابر، آسر كمال، حسام حلمي، مجدي شريف خلي بالك إحنا ما عرفناش الأسماء دي من مصر إحنا عرفناها من إيطاليا عار والله العظيم على المسؤولين المصريين وعلى الحكومة المصرية إنها تتسطر على جريمة بهذا الشكل المؤسف بتتسطروا عليه على الجريمة؟ بتتسطروا عليه على المجرمين؟ ده إحنا يا مصريين يا مواطنين ما عرفناش أسامي الناس دي غير من إيطاليا تخيل؟ هم اللي طلعوا حكلنا الحكاية النائب العام الإيطالي طلع قال إن فيه 13 شخص ليهم علاقة بالزباط الأربعة وإحنا قدام احتمالية وجود متهمين إضافيين لا نعلمهم لعدم وجود تفاصيل كافية بسبب عدم تعاون الجانب المصري في إجابة جميع الأسئلة اللي عندنا وقال النائب العام الإيطالي إن تعذيب جوليو ريجيني تم عدة مرات في أوقات مختلفة خلال فترة احتجازه وإن قتله جي بسبب ضربه على الرأس من الخلف دي الرواية اللي بيينتها إيطاليا واللي كشفت فيها عن جزء من رواية شاهدين من أصل خمسة في قضية مقتر ريجيني شوف الرواية وشوف بيقولوا إيه الرواية بتقول إنه كان فيه أحد شهود العيان اللي شافوا جوليو ريجيني وهم بيقتادوه إلى مقر أمن الدولة في لازوغلي شخص رأاه أثناء القبض عليه من قبل الشرطة المصرية وشخص يعمل بالأمن الوطني فرع لازوغلي شافه وهو مقيد وشبه عاري في مكتب رقم 13 داخل فيلا الأمن الوطني آدي الرواية اللي ما سمعناهاش من مصر سمعناها من إيطاليا الناس اللي طلعت وقالت أنتوا ليه بتتكلموا عنهم وليه بتنشروا أخبارهم وطلع عبدالفتاح السيسي قبل كده وقال إزاي أن انتوا تطلعوا تقولوا إن الأجهزة الأمنية هي اللي عاملاها هي دلوقت نفس السلطات المصرية اللي بتوصف بعدم التعاون من قبل الجانب الإيطالي في موضوع التحقيات هم اللي طلعين يقولوا إيطاليا اللي طلعت قول إن مصر مش بتتعاون معانا طب لو زي ما قال عبدالفتاح السيسي كده إن السلطات الأمنية بريئة من دم جوليو برأة الزئب من دم ابن يعقوب ما بيتعاونوش ليه ما بيسلموا همش الأربعة ليه حققوا معاهم ما بيحققوش ليه هم مع الأربعة دي حتى جوه البلد ده الناس دي بتطلع واحد منهم اللي هو طريق صابر ده بيقولك بحسب الفيديو جراف اللي عاردينه إنه بيشغل دلوقتي منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطن يعني بيترقى يعني بياخدوا مناصب يعني بيتم التسطر عليهم بالمناسبة طريق صابر أسر كمال حسام حلمي مجدي شريف واحد كمان فيهم السلطة الإيطالية نفسها وهاية بتحقق طلعت قالت لك ده كان متهم بس لعدم كفاية الأدلة استبعدنا لإسم أنت بقى هنا عملت إيه شوف أمريكا عملت إيه أمريكا لما جيه زابط قتل جورج فلويد من كام شهر في أمريكا وضغط عليه بروجبته على رقابته لحد ما مات الزابط ده عملوا في إيه تسطروا عليه هل توطقوا مع الأجهزة الأمنية علشان يخفوا مصيره ولا انتهى مستقبله كظابط ودفع غرامة مليون دولار علشان يطلع ويخلو سبيله ولسه هيتحاكم ويتحقق معاه ولا احنا بقى اللي بنعمل كده مع الزباط اللي عملوا القصة طب عندك فكرة الرجل اللي قتل عويس الراوي الزابط اسمه إيه؟ اسمه حتى بس حتى اسم استدل على اسمه محدش عارف ولا حد دريان بحاجة لأنه مش مطلوب أن انت تعرف حاجة مطلوب أن انت تتعامل فقط أن انت نعم وطيب وحاضر وما تقزوش نفسكم ولو سمحت مصريين الموضوع ده ما يتفتحش تاني عيلة ريجيني دخلت على الخط وهم كمان وأعلنوا تضامنهم مع أسر المعتقلين في الزنازين المصرية طلعوا وقالوا احنا متضامنين معاكم احنا بنعاني زي ما انتوا بتعانوا واحنا بنشعر بألمكم وبنشعر بأن انتوا عندكم مشكلة وأن انتوا مش عارفين تعبروا عن رأيكم ومش عارفين تعبروا عن معاناتكم واحنا اللي برا حاسين بيكم عيلة ريجيني هي اللي دخلت على الخط وأعلنت تضامنها مع أسر المعتقلين هاتلي الحتة اللي فيها التضامن من جانب أسرة ريجيني اللي طلعين بيتكلموا ويقولوا احنا مصريين اللي حاسين بيكم مش السلطات المصرية مش عبد الفتاح السيسي اللي احنا كنا في يوم من الأيام نور عينيه لا ده كثير من الأمهات المصريات بحسب عائلة ريجيني كاتبين بيقولوا كتبوا لنا يطلبون أن نتكلم عن مأساتهم لأنهم لا يستطيعون الحديث نقول للأباء والأمهات المصريين نحس بكم ونشعر بما تشعرون به جراء اعتقال واختفاء أبنائكم ونحن هنا لأجلكم ولديكم الحق في أن تروا ذويكم وهو أبسط حقوقكم كلمة ما تقدرش منظمة حقوقية واحدة عاملة في مصر تطلع تقولها كلمة ما تقدرش صحيفة مصرية عاملة داخل مصر تطلع تكتبها كلمة ما يقدرش إعلامي مصري من الإعلاميين اللي بيطلعوا يصدعونها طول الليل يطلع يقولها بتسمعها من إيطاليا اللي على بعد آلاف الكيلومترات قادي المشهد لما بيبقى الناس بتدور على حقوقها وما بتسيبش حق أولادها رغم أن الناس كتير بتطلع تقول لا ده فيه شركات إيطالية وفيه صفقات سلاح شغالة فيه آه طبعا وفيه مصالح وفيه كل حاجة بتتصالح بس فيه رأي عام بيدغط وفيه حاكم عارف أنه هو منتخب من شعبه ولو ملباش رغبات شعبه هو نفسه مش هيبقى في منصبه ده الفرق لما يبقى عندك منظومة ديمقراطية بتحكم وما يبقى عندك منظومة انقلابية هي اللي بتحكم